طيلة الأعوام المنصرمة التي أعقبت الإنقلاب والحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية دفعت النساء أثماناً باهضة جراء الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحقهن وكعادة الميليشيات في كل عام فقد فرضت منذ بدء شهر رمضان وجود قياديات يتبعن الميليشيات الحوثية أو ما يعرف بالزينبيات رفقة مسلحات في الكثير من المساجد في صنعاء من أجل إجبار النساء في المصليات على تلقي محاضرات ودروس حوثية وقال شهود عيان لصحيفة الشرق الأوسط إن عمليات الدهم والإغلاق الأخيرة للمساجد جاءت عقب امتناع النساء عن الجلوس بعد انتهاء الصلوات للاستماع لمحاضرات شرعت الميليشيات منذ دخول رمضان بإقامتها تحت اسم برامج رمضانية وتحت مبرر رفض النساء الجلوس عقب التراويح للاستماع للأفكار الخمينية أغلقت الميليشيات عددا من المصليات في صنعاء ومناطق سيطرتها الأخرى أمام النساء وأكد شهود عيان أن الميليشيات حولت المصليات عقب إغلاقها إلى مقرات لتعاضي القات وتنظيم لقاءات وفعاليات وأمسيات للموالين لها يرافقها بالوقت ذاته تشغيل الزوامل أو الأهزيج الحربية المصحوبة بالرقصات في تحدي واضح واستفزاز علني للمشاعر واستهزاء كبير بالمقدسات الإسلامية ولم تكتف الميليشيات الحوثية باستهدافها المنظم لدور العبادة ومرتاديها من الرجال وحرمانهم منذ مطلع رمضان من أداء الشعائر الدينية في المدن تحت سيطرتها فحسب بل وسعت أخيرا من حجم ذلك التعصف ليشمل مصليات النساء في أحياء عدة بصنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرات الميليشيات الحوثية ترجمة نانسي قنقر